بعد مباراة مثيرة حافظ فريق قطاع الغاز على لقب بطولة شركة تنمية نفط عمان بعد تتويده بطلا لنسخة عام 2024 إثر الفوز في المباراة النهائية على فريق الهندسة بضربات الحظ الترجيحية بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لهدف طبعا تشهد الشركة هذه المنافسة سنويا بطولة كروت القدم لما لها من أهمية في بث روح التنافس ما بين الموظفين وكذلك نشر ثقافة الرياضة القسدية لأن الشركة دائما عندها شغل دائما في إنتاج نفط والغاز وهي طبعا حرص من إدارة الشركة العليا على أن يكون فيه توازن ما بين عمل ما بين حيال يومية بدأت المباراة بندية كبيرة وكانت سجالا بين الفريقين وملئة بالهجمات الخطيرة المتبادلة ولكن دون تسجيل أي أهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي ومع انطلاقة الشوط الثاني شهدت المباراة نشاطا هجوميا مكثفا بين الفريقين ما أفضلية نسبية لقطاع الغاز الذي تمكن من إحراز هدف التقدم عن طريق اللاعب أدهم الوردي إلا أن فرحتهم لم تستمر طويلا حتى عاد فريق الهندسة وعدل من الكفة بواسطة اللاعب محمد الشكيلي لتذهب بعدها المباراة لركلات الحظ الترجيحية والتي حسمها فريق الغاز لصالحه مباراة صراحة كانت مرثونية والشباب ما قصروا قد الثقة والحمد لله حقنا البطول مرة ثانية على التوالي وتعمل هذه البطولات على الارتقاء بالعمل الجماعي من خلال جعل الرياضة إسلوب حياة والتشجيع على ممارسة الرياضة أيضا من أهداف البطولة تمثيل الشركة في مختلف المشاطات المسابقات المحلية والمسابقات الخارجية فلله الحمد صدق وانشاركت الشركة في عدة مشاركات خارجية وحققت تتائق طيبة وأيضا الحمد لله كانت في مشاركات داخلية فنطمح من استمرارية مثل هذه البطولات إنتاج أفضل اللاعبين في شتى أقسام الشركة وتمثيل خير تمثيل الشركة في شتى المحافل وفي الختام قام راعي المناسب بتكريم المشاركين والحكام واللاعبين الحاصلين على الجوائز الفردية ليقوم بعدها بتقليد فريق الهندسة بالميداليات الفضية قبل أن يسلم فريق الغاز كاس البطولة وسط أجواء مثيرة توجى فريق قطاع الغاز بلقب النسخة الثامنة من بطولة شركة تنمية نفط عمان أحمد بن حسين العجمي محافظة مسقط